اشتركوا في القناة 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 فالانسان اشتركوا في القناة 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 أو لأي فاكهة من الفواكه اللي كاينة إلا لما كتجد تشوف تركيبة ديالها كتلعب دور مهم في عمليات ديتوكس دور مهم في عمليات إزالة هادك الأوسخ اللي تركمت لنا في الأيام لكنا ناكله داك شي تقيل كنا ناكله البصارة ناكله العدس ناكله الفول ناكله الحمص ناكله هادو كلهم الجسم بعض المرات كيلقى صعوبة في أنه يتخلص من البقايا اللي كنا في الدات ديالنا وخاصة إلا كان هناك كسل في الجهاز الهضمي ديال الإنسان وخاصة إلا كان الإنسان يخدم في الإدارة أو يخدم في قطعات الحيوية وكيبقى النهار كامل هو قاس في الكرسي ما كيتحركش كتلقى بأن هذا كعدم الحركة دياله كيكون سبب في عدم تروية الجهاز الهضمي عدم الحركة دياله كتكون سبب في إدخال الجهاز الهضمي دياله في عملية الكسل وهذاك الكسل كيخلي النفايات كتجمع وهذك النفايات كتعطيني ما يسمى بالقبض والقبض هو البداية ديال كل ويلات اللي كيعيشها الإنسان في الحياة اليومية دياله إذن نحن دابا جايين في هذه الفترة هذه هذه اللحظة وهذه الأيام المباركة اللي هي ديال الصيف اللي من خلالها ممكن أننا نصلحه ما يمكنه إصلاحه إذن نصلحه ما يمكنه إصلاحه كيجي كيجي أساسا فأننا نعاونه إلا كنا غد ناخد الفواكه الجافة نعاونها بأننا نحفزو الجهاز الهضمي باش يستافد من دوك الفواكه اللي غدي ناخدو باش غدي نحفزوه غدي نحفزوه أولا بأننا نخصوه شوية من دوك اللي كانو عندنا طيلة الأيام ديال البرودة أيام ديال الربيع شنو همات الأشياء اللي غدي ناخدوه أولا القرفة وإحنا كنعرفوه بأن القرفة دائما لها واحد دور كبير وكبير جدا في أنها تهضم وتنقي وترمي النفاية اللي كان في الدورة الدموية تهضم بمعنى أنه الدهون اللي عندنا زيدة كتولي كتلعب دور مهم جدا في أنهم كيتم الهضم ديالهم وكتحفز البونكريا باش أنها تخدم ولات البونكريا خدمات كيولي عندي الانتاج ديال الانسولين بحق واحد شكل كبير وكبير جدا وبالتالي السكر اللي كيكون عندي زيد ممكن كيدخل باش يتم العملية ديال الحرق ديال وإنتاج الطاقة تكلموا على القرفة لأن ديمن تنتكلموا على واحد مسألة اللي هي دائما على الأساس ديال الناس ربما اللي القرفة تقدر ما تناسبهمش على الصحة ديالهم القرفة كان نقولوا أنا واحد مادة اللي كتكون شوية سخونة ممكن أنا تفيد أول الله مرحبا دائما تسولونا على بزافة الحاجات اللي خاصة التغذية ديالكم مرحبا سيدي تفضل مستفا شكرا لحفظك مرحبا الزعتر زعتر اهملوا وخه أدباء ناشرب الزعتر مثلا وش عندوش عندوش بعض الحذي على الكابي د والله على وخه وش انت عندك شي مشكل صحي عندك شي مشكل صحي السين مصطفى وش عندك شي مشكل صحي حمدوله لن حج زعتر كنتي شربوك هي درن اا كتكتر منو الله ها وش يدرس الكلاوي ولا لا. واخا قتي الكابيد والكلاوي واخا. واخا. هدا وسؤال ديالك. شكرا بزاف. شكرا بزاف سيمستافا. منتازة واكيد كل مستمع مستمعات. مرحبا بالاسئلة ديالهم. مغاربة العالم الجليل العربية. ايضا مرحبا بالاسئلة ديالهم على الرقم ديالنا سفر خمسة تنين وعشرين ستا وتلاتين تنين وتسعين تنين وتسعين. نكمل دائما في هذا الاطار. وصلنا عند القرفة وقلتي انها مادة اللي هي مزيانة. كان اخدو معلومات عليها بشاك دا الناس. لربما تبغي تستهلك ديال استهلاك ديالها. لتي كدلك ان التجربة هي اللي كتكون خير برهان. صح. ولكن اه نحاولو نعطيو اه تفاصيل كتر لي انا كين بزافة الناس اللي هتقولك انا غانا اخد القرفة ولكن عندك ما نقدرش نجربها واش اه في الحبالة. الانسان اللي كتكون يالله يالله حملات قبل شي حاجة. يعني كنعرفو انها كتهيج اولا شي حاجة من هذا القابل. ناخدو معلومات في الايطار. تفضل. مرحبا. مم. الوقف في وقية اللي كنتكلم على القرفة. مم. اول حاجة كنقول اه شنه هو الدور ديال 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 القرفة? واخح. شنو مالانواع ديال القرفة. احنا عنا جوج ديالانواع ديال القرفة. كن نقل ديك 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 القرفة اللي كتكون عواد. اي. وكان ديك القرفة اللي كتكون بحل واحد. واحد لتوب انغولي. مم. ضاير على نفسه. الو هاداك هو انغولي. مو فيه مضاد دات الاكسادة وفيه كدلك وحد المجموعة دي الاملح المدينية وفيه دي باس بيريوك بيريمي دي اللي هما مهمة لدات ديالانسان. وهدو هما اللي نقدرون ناكلهم وخام دي باسي واحد الكمية ديال سانك جرام ديال خمسة جرام في اليوم. بار كونتر داك الاخر ديال العواد. هو اللي الانسان يحضي منه. لانه فيه واحد المجموعة ديالامور اللي تقدر تعطيني مثلا واحد جريان قوي ديال الدورة الدموية. اه. وهذا جريان يقدر يسبف ايموراجي. بنسمى الناس اللي عندهم مثلا دي عندهم تقوب في 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 الطريق ديال الدورة الدموية. اه. الناس بحال دا بل عندهم ناس اللي عندهم مثلا الكوليسترول زايد. ناس اللي عندهم التهابات على المستوى ديال 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 في الدورة الدموية.arma كعبرو الصعر بيعون قواطلها لما كيعبرو دائما يحضيو مع الاكل مثلا دي القرفة. ف.- billceans. بحكم دي تجري الدورة الدموية وبحكم انها تزول بعد الذ PERCみんな خرج التي't يكون على الجدار دي الاورداء والشرائين يقدر تحلك تقوي البلبي على دي الدورة. ولا تحلو تكون عندي تكون عندي الخرج دي الهداء وجرين دي الدم. اضافة الى ان المرأة في الايام دي الحمل ديلها تفادى الاكل دي القرفة. لانها كما قلت قبل قليل مسخينة. احنا كان عارفوها سخونة. ايوه. وممكن تجهد الجنين في 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 البطن ديلها. اضافة الى ذلك النساء في الايام دي اللحيد. يمتانعوا يبتعدوهم امتعاد كلي على القرفة لانك تقدر ديلهم وعوض العادة في الايام الطبيعية ديها. ممكن طوال. ويقدر يكون عندها نزيف كبير وكبير جدا. ممتاز. خارجات المسائل هادو غضي نضروع الفوائد ديالها. نعم نكملو. الفوائد ديال القرفة لانه بزاف الناس غد سولة لها. احنا كان عارفو ان القرفة. بالمسكة جيناكا منسي مع القهوة مع مواد اخرى. في الغالب كان نسمو فيها. ولكن الناس باش انها دي تاخدك تقول لك عندك لتنسيو عندك اه بزاف ديال حاجات على السخونية ديال دات بزاف ديال الامر. نشوف هاد النقاط هاد. ممتاز. مم. غضي نحاولو نحطو. كي ما كي يقولو الكلام ديالنا بار بلوك. مم. غضي نعطيه الوقت دياله ونعطيه الكفاية دياله باش ان الناس ان شاء الله تستافد من هاد المادة اللي هي موجودة طبيعيا عندنا في في البلاد ديالنا. قلنا كينجي انواع ديال القرفة اللي مغولي والقرفة اللي كينا موجودة عند مالين آآ العطرية. هاد القرفة اول فائدة اللي ممكن اننا نستفد منها وهي انه مضاد جميع انواع ديال ميكروبات. فاش كنقل مضاد جميع انواع ديال الميكروبات كان هضر على البكتيريا وكان هضر على الخمائل وكان هضر كذلك على الفطريات وكان هضر حتى على بمعنى انها لما كان عندها واحد اللي هو اللي غايقضي ليعلى جميع الانواع دي الميكروبات اللي ممكن دخل للدات ديالي. فاش كان نقول يعني مغسلتي مغسلتي دي مزيان. اه. وهذا ديك الميكروبات اللي كانوا في ديالي دازو الكرش ديالي. توضيت ومغسلت شرجة اللي يديم زيان. سلمت على شي واحد اللي شرف لو قدركم توضيو العوضو ديالي وكان ناقص. ودووز لي دوك الميكروبات اللي في ديالي وانا كليت عاجة. داس دي. هادو كلهم كيتمو دي دين ديزنفكشون اكسيدونتيل. هاد لزاكسيدون يقدروا يخلقوا لي ارتباكات على المستوى ديالي. نعم. كانت كل مؤلاء التغذية ديالنا والصيف وكان شوف احتى بعض المواد لرغم ما كيتسهم باش ان الانسان ربما كيحرق دهون كي بغي يخف من الوزن هاد الامور اللي كلها الناس كتبحث عليها خلال فصل ديال الصيف. وصلنا للقرفة وقلنا انه عندها عليها واحد المؤخدات. يعني الناس كتقول كيلة خديتها بكترا عندك ضر عندك شنو السلبيت ديالها. وحنا في كل مواضيع ديالنا كنحاولوا نشوفوا شنو الجانب الايجابي في المادة الغدائية وكيفاش ممكن انها تنعاكس سلبا على الصحة ديالنا. تكلمتي ان السيدة في الحمل ديالات تحاول انها متاخدهاش. السيدة في العادة الشهرية ديالات تحاول انها متاخدهاش. شنو الأمور الأخرى اللي نقدرون ما ناخدوش فيها عود القرفة وتكلمتي على الانواع ديال القرفة واحد النوع ناخده واحد النوع ما ناخده شاي. هاد 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 الانواع ديال القرفة اللي تكلمنا عليهم كان كما قد لكم دائما كان كان هناك النوع اللي هو عواد اللي موجود عند الناس ديال اللي كي بيعود دكش ديال العطرية وكان الاخر اللي كيكون بحل بحل واحد القناة او اللي بحل ان كانال اللي هادا سوفهم دو فوي. ان فوي اللي ضاير على المرأة عن جنرال في القتال ديال العادة الشهرية تاخدها وما خش الناس اللي عندهم اللي عندهم الاتهابات طالعة ياخدوها. ما خش الناس اللي عندهم المشكلة ديال الكوليستيرول طالعته وياخدوه. لان هادو كلهم كيحاولوا يفضحوا ليا بعض الاشكالات اللي كان على المستوى ديال الدد ديالانسان اللي ممكن يلاخد القرفة يتفضح ولا تفضح النتجة دياله يقدروا يوقعو ديزيم وغاجي. وهدي كل ديزيم وغاجي. انسان اللهم يبعد منهم العواد من انه يدخل شي متها اللي تقدر تكون لها انعكس البيع للسحاد يالو. هادا هدي النصيحة الاولى. ده بغد ان لما قلنا بانه روع وعلى شي شوية بالنسبة لها ديالنس. ولكن الباقي ديالنس مفيدة جدا القرفة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر